السلام عليكم ورحمة الله حبيبي الحلوين عاملين ايه النهاردة معينا قصة جديدة قصة اسمها ضمير دودو يعني ايه ضمير ضمير يعني حاجة جوانة بتعرفنا الصحي من الغلط بتقول لنا اننا ما نجذبش واننا ما نسرقش واننا نساعد الغير وندي للمحتاج وما نضربش حيوان ضعيف الضمير هو الحاجة اللي بتحركنا لكل حاجة صح وبتبعدنا عن كل حاجة غلط لو احنا في يوم لقينا نفسنا مش عايزين نجذب يبقى ضميرنا هو اللي خلانا ما نجذبش لو في يوم كان معانا حاجة والحاجة دي مش بتاعدنا وروحنا على طور والدناها لصحبها يبقى هو دا ضميرنا لخلانا نعمل كده تعالوا نشوف قصتنا دودو في يوم من الايام سمع بابا وهو بيقول الناس دي ما عندهمش ضمير فتل يسأل نفسه يعني ايه ضمير يعني ايه الناس دي ما عندهاش ضمير فتل يسأل نفسه يسأل نفسه مش لقي اجابة يا ربي يعني ضمير دول ضمير ده يعني ايه فقرر ان هو يروح يسأل بابا وفعلا سأل بابا بابا يعني ايه ضمير قاله الضمير حاجة جوانا بتحركنا علشان نعمل كل حاجة كويسة وما نعملش اي حاجة غلط بتعلمنا ان احنا ما نجذبش وما ناخدش حاجة مش بتاعتنا وما نقذيش حيوان وما نضربش حد فقاله طب هو الضمير ده فين قاله الضمير ده جوانا بس دودو مفهمش يعني ايه جوانا طب هو في عقلي ولا في بطني ولا في عيني فتاني يوم دودو راح الحضانة اتعلم وكتب الف اسد واي ابل وان تو سري وكان مبسوط جدا وفي يوم نزل دودو الجاردن بتاعت الحضانة وفتلي يلعب ويجري ويهزر مع صحابه ويتنطط ويتزحلق ويتمرجح ولما الماس قالت خلاص جاردن خلصت يلا كلنا نطلع على الكلاس دودو هو ماشي لقى حاجة بتلمع في الارض فتلي بص عليها كده ايه الحاجة اللي بتلمع دي لقاها عربية لونها احمر قال الله العربية دي حلوة جدا ايه ده ايه اللي جابها هنا والعربية دي اصلا وقعت من حد من صحابه وهو بيلعب قال الله العربية دي بقى انا هاخدها وهتبقى بتاعتي وابدا ابدا ابدا مش هديها الحد وفدل بقى يفكر العربية دي انا هاخدها وهحطها وسط اللعب بتاعتي واعمل سباق بين بينها وبين العربيات التانية والعربيات بتاعت اختي بعدين افتكر ان الضمير بيعلمنا ان احنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا اه صح انا بابا قال لي ما ينفهش اخد حاجة مش بتاعتي ايه ده هو اللي انا عملته ده غلط ولا صح وهو راجع الكلاس بتاعه بطنه وجعته وجعته قوي قوي قال ايه ده يمكن هو ده ضميري بيوجعني علشان انا خدت اللعبة دي وهي مش بتاعتي ايه ده بس بابا ما قال ليش ان الضمير في بطني امال الضمير فين اه بس انا بطني بتوجعني قوي قوي يا ربي يبقى انا بطني بتوجعني عشان كده فراح للمعلمة بتاعته وقالت له وقال لها يا ميز انا بطني بتوجعني قالت له ليه يا دودو مالك قال لها ده قريبا ضميري بيوجعني ضحكت وقالت له الضمير مش موجود في بطنك يا دودو انت ممكن تكون عايز تروح الحمام روح الحمام راح الحمام دودو رجع تاني يتنطط مع صحابه وفجأة وهو بيتنطط وقع رجله تلوت قال اه الحقوني ضميري بيوجعني الحقوني ضميري بيوجعني فالمدرسة بتاعته قالت له دودو ضميرك مش موجود في رجليك وقعدت تضحك وبدول للطبيب علشان يعالجه والطبيب عالج رجليه ومشي وبعدين دودو لقى في الكلاس في بغبغان فادل يلعب معاه وحط صباعه جوه القفص اللي فيه البغبغان علشان خطر يلعب معاه فالبغبغان راح عم عد صباع دودو قال اه الحقيني يا مس الحقيني اه يااني انا ضميري بيوجعني اه الحقيني قالت لك في ايه يا دودو مالك النهاردة انت كل شوية عمال تقع ورجليك تتلوي وكمان البغبغان اهض صباعك قال لها اه ضميري بيوجعني قالت له ضميرك مش صباعك هو اللي بتعور يا دودو وضميرك مش في صباعك فقال لها انا اصلي خدت العربية دي ولقيتها في الجوردن والعربية دي مش بتاعتي علشان كده تقريبا ضميري بيوجعني قالت له انت شاطر يا دودو ان انت صرحتني ودتني العربية بس ضميرك برضو مش في صباعك قعد مع اخته علشان خطر يلعبوا مع بعض ويتفرجوا على الكارتون وبعد كده اخته قالت له يا دودو ماما قالت ما تقربش جدا كده قوي من التلفزيون فرجع دودو لكن عينيه كانت بتوجعه وقعد يفرج فيها الوراح قال لبابا يا بابا الحقني يا بابا انا تقريبا كده ضميري لسه بيوجعني معيني انا اديت لصحبي العربية بتاعته بس واضح ان انا ضميري لسه بيوجعني بابا ضحك وقال له يا دودو انت ضميرك مش في عينيك بس انا مبسوط منك ان انت فضلت حافز يعني ايه ضمير وبعد كده ركعت العربية لصحبك وللمعلمة بتاعتك هيدي قصتنا عن الضمير يا اصحابي استنونا في كساس تانية كتير باي باي اشتركوا في القناة